قديما قالوا شر البلية ما يضحك وما فيش حاجة ضحقتني وسط هذا الجنون الذي يضرب المنطقة والعالم زي فكرة ان جامعة الاخوان الالهابية جامعة مدرس الخط حسن البنة تظن ان الشعب المصري سوف يعتذر لها يوما الناس اللي برا دي لو نزلت الشارع هنا في مصر هتصدم من الوهم اللي عايشين فيه هيكتشفوا انهم ظاهرة سوشيالية فقط ظاهرة تمولية ليس الا بس انا عايز اقول محلومة مهمة عشان تتشتت طالية اخوان البنة اه عندما تشتت طالية اخوان البنة في الارض بعد الكنو 13 استطاعوا بحكم توفر المال والتمويلات من عمل علاقات مع صحفين اجانب اعلامين اجانب مؤسلين اجانب على السوشيال ميديا وكله بالفلوس يا معلم وكتير شباب اخوان يتجوز من سيدات اجنبيات وعادي لما واحد منهم يقول لمراته اعمل الفيديو وقولي فيه ان الشعب المصري مش عارف ايه طبعا عبر كتابهم الالكترونية ينتشر هزا الفيديو يحطوا مصر في جروب على الواصل اللاجنة الاعلامية الاخوانية اه خدوا ادوا ده الف لايك اردر كده على الجروب يظن المواطن المصري اللي شايف واحدة اجنبية مش محجبة وشعرها اصفر في الفيديو تقول كلمتين اللي همشي لازم الشعب المصري فين الشعب المصري ايه ظن ان ده رأي عام عالمي وبصفة عامة اي فيديو تنشره الحسابات الالكترونية الاخوانية اعرف انه فيديو مفابرك تسعة سائف المية مفابرك لكن هو شوهلك ازاي المنتدى الحضري اللي شارك فيه وفود عالمية عاكن عليك ازاي وفود عالمية عالطرفت بمكانة مصر ازاي شوه الانجازات اللي بتحصل ما قده مش غير حركات زي دي تستدرج المغيبين واصحاب الاجندات في الداخل برضو والخلايا النايمة اللي في الداخل برضو ونحزر من الخلايا النايمة وندعم رجال وزارة الداخلية المصرية من قلبنا في استمرار كشف الخلايا النايمة لا سيامة في هذا الوقت الصعب اقليميا وعالميا اما بقى اللي بتتسائل بتتسائل على صفحتها في تويتر اللي كبروها لالاخوان لما قلت ان عملت بسط نجح فكبروا لي صفحتي اذا كان انا الاوانة ان يعتذر الشعب المصري للاخوان فهي بتسأل السؤال ده احملي بروفا يا ماما عشان تعرفي الاجابة انصحي اي اخواني خالية نايمة انه هو ينزل يقف قدام قهوة في حي شعبي في مصر ويقول يا جماعة يا قوم انا اخواني نجرب سدقيني وزي ما رصدت بنفسي هيشوف اعتذار ما يحلمش بيه من جالة مصر لو ظهر كده وازهر اخوانيته هيعتذروا له اعتذارات هيورم من كتر الاعتذار اللي هيشوفه لانه مش هيكون اعتذار باللسان ومش عايز اوضح اكتر من كده لازم تفهم ان مصر شريفة في وسط عالم من الزيف والدعاية المضللة الدعاية اللي نجحت في اقناع البعض ان الخاين بطل وان البطل الحقيقي خاين واذا كان المال السياسي نجح انه ستضلك وشوش عمرهم مكانها كلهم مكان ابدا دون وجود هذا المال السياسي لان بضاعتهم فزدة وصنعتهم كلها زيف وعوار وبس الفتنة وصنعت الاستقطاب الحاد فالايام كفيلة بيسقاط هذه الاخنعة الحق اصيل والباطل اقرب الى الزوال واحنا بوعينا هنفضل موحدين مصطفين خلف قيادتنا ومؤسستنا اللي هي استثمرنا الكبير ومع بعض سفينتنا باذن الله هترسى لبر الامان وشعرنا دايما غزبا عن اي حد تحيا مصر